معالجات AMD رايزن الجيل الثاني دعونا نتعرف عليها سبب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهوكم فصل السيف وAMD في السنة الماضية أطلقت معالجات رايزن زين بلس التي تتميز بدقة تصنيع ١٢ نانوميتر وتعتبر من أول المعالجات التي تم تصنيعها بهذه الدقة تتميز باستهلاك طاقة أقل مع إمكانية كسر السرعة بترددات أعلى وتقدم أداء أفضل من الجيل السابق المعالجات التي تم إطلاقها هي الريزن ٢٧٠٠٠X يأتي بثمانية أنوية ١٦ خيط تردد المعالج ٣.٧ جيجا هرتز ويصل إلى ٤.٣ جيجا هرتز سعة الذاكرة الكاتش في المعالج ٢٠ ميجا بايت ويأتي مع مروحة التبريد الريث برزم أيضا هناك نسخة أخرى من هذا المعالج اسمه الريزن ٢٧٠٠٠٠ تأتي بتردد أقل وبسعر أقل رايزن ٢٦٠٠٠X يأتي بستة أنوية ١٢ خيط تردد المعالج ٣.٦ جيجا هرتز ويصل إلى ٤.٢ جيجا هرتز سعة ذاكرة الكاتش في المعالج ١٩ ميجا بايت ويأتي مع مروحة التبريد راث سباير أيضا هناك نسخة أخرى من هذا المعالج التي هي ٢٠٦٠٠٠٠ من رايزن والفرق أنها تأتي بتردد وسعر أقل الآن قبل أن نذهب لتجربة الأداء قمنا بعمل تجمعتين الأولى هي الريزن ٢٧٠٠٠X والثانية الريزن ٢٦٦٠X التجميع الأولى الموذر بورد أوروز جيمينج ٧ واي فاي ٤٦١ من جيجا بايت تمتلك إضاءة الارجي بي يدعم تقنية الاسل آي والكراس فاير والتي تتيح دمج كرتين مع بعض اللوحة تمتلك أربع منافذ لذواكر DDR4 ومنفذين تدعم الوايفار ومنفذين USB 3 DAC UP وأربع منافذ USB 3 ومنفذ USB Type C ومنفذين USB 2.0 الذاكرة العشوائية شريحتين بسعة 16 جيجا بايت من سلسلة السنايبر اكس الخاصة بالجي سكيل نوعها DDR4 وترددها يصل إلى 3400 ميجا هيرتز أيضا من ناحية التخزين استخدامنا الـ Kingston A-1000 NVMe نوع M.2 SSD بسعة 480 جيجا بايت وسرعة القراءة فيه مجنونة 1500 ميجا بايت في الثانية والكتابة مجنونة 1000 ميجا بايت كرت الشاشة التي هو GTX 1080 Ti Founders Edition مؤخر واحد ولكن يضبط التجميع من انفيديا يمتلك ذاكرة 11 جيجا بايت من نوع GDDR5X وسرعة 1582 ميجا هيرتز الباور سبلاي 750 من سلسلة CXM الخاصة بكورسير يأتي بمعيار 80 بلس برونز الصندوق من Silverstone PM01 RGB يأتي بثلاثة مراوح 140 ميلي متر ومن الخلف يمتلك مروحة 120 ميلي متر أيضا الكيس يأتي بسترايبات RGB من الداخل وفي ناحية المنافذ يمتلك منفذين USB 3 ومنفذين USB 2 ومنفذ المايكروفون ومنفذ السماء نذهب للتجميع الثانية الموتربورد هي من MSI X470 Gaming M7 AC تمتلك إضاءة RGB من الخلف يدعم تقنية SLI والكروسفير التي تتيح دمج كرتين مع بعض اللوحة تمتلك أربع منافذ للذواكر DDR4 وخمس منافذ USB 3 ومنفذ USB Type-C ومنفذين USB 2.0 أيضا تدعم الواي فاي والذاكرة العشوائية شريحتين بسعة 16 جيجا بايت من سلسلة Flair X الخاصة بجي سكيل الرامات من نوع DDR4 ترددها يصل إلى 3200 ميجا هيرتز قرص التخزين المستخدم هو أيضا Kingston UV500 SSD وهو ساتا سعته 480 جيجا بايت كرت الشاشة GTX 1070 Ti Founders Edition من انفيديا بالتأكيد ويمتلك ذاكرة 8 جيجا بايت من نوع GDDR5X سرعته 1683 ميجا هيرتز باور سيبلاي 750 واط من سلسلة CXM الخاصة بكورسير يأتي بمعمايرية بلس برونز 80 أيضا الصندوق كورسير سبيك اوميغا يأتي بمروحة 120 ميلي متر أمامية باللون الأحمر ومروحة 120 ميلي متر خلفية أيضا الصندوق يمتلك منفذين USB Type 3 ومنفذ سماعة ومنفذ مايكروفون نذهب لتجربة الأداء بعد التركيب طبعا التجارب مبنية على برنامج PC Mark 10 و 3D Mark وفي الألعاب تجربتنا كانت في لعبة فورتنايت و أوفر واتش وكما ترى أداهم كانت جيداً جداً أيضاً لازم نوضع نحن نجيب الأجهزة ونبدأ نركبها نبدأ على طول في الاختبارات والبنشمارك نجعلها يوم يومين ونحاول نتأكد من قوة الأداء على الوقت المتاح بالنسبة لنا لكل جهاز والقطاع ايضاً اخترناها وضعنا لكم في وصف الفيديو قائمة كاملة بكل القطع يبدأ ان ترى القطع كاملة تطلع عليها يعني حتى الأشياء التي نستخدمها عندنا في تيك بيلز يبدأ تطلع عليها بشكل كامل من خلال الرواضط الفيديو هذا يريد أن ترى و تقول لنا بالنسبة لك وشيء الذي يريد أن نختبره المرة الجاية او نثبت أداءه المرة الجاية و لم نقوم بها في هذا الفيديو وأكيد كلاعدة تبشروا من عيوننا أخيراً سعر المعالج ريزن 2700 اكس هو 330 دولار تقريباً يعني حوالي 1238 ريال وقت ما نقوم بها هذا الفيديو وسعر المعالج 2600 اكس هو 230 دولار يعني حوالي 862 ريال طبعاً كما ذكرنا سابقاً كل معالج يمتلك مروحة تبريد خاصة في الداخل العلبة نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته